تفاول حذر في إسرائيل بأن يعود الوسيط الأمريكي لإسرائيل للأربعاء وقد أسس الاستئناف المفاوضات هنا في النقورة لإنهاء ملف ترسيم الحدود مع لبنان وتقول مصادر إسرائيلية مطلعة إن إسرائيل قدمت مقترحاً وصفته بالتنازل يشمل أن يأخذ لبنان الجزء الأكبر من المنطقة المتنازع عليها إسرائيل تمارس ضغطاً على الولايات المتحدة لحسم ملف ترسيم الحدود قبل سبتمبر موعد بدء استخراج الغاز من حق الكريش التي تدعي بأنه يبعد عشرة كيلو مترات جنوب غرب المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها ثمانمائة وستين كيلو متراً مربعاً منعاً لاندلاع حرب في حال استهدفه حزب الله التقدير في إسرائيل بأنه سيتم قريباً التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود المائية والاقتصادية مع لبنان وهناك تفاؤل من جولة الوسيط الأمريكي اعتبرت مصادر في إسرائيل أن تهديدات حزب الله المتواترة باستهداف حق الكريش وسواه والتخيير بين الحل والحرب تأتي كي يحصد إنجازاً في حال تم التوصل لاتفاق لكن المصادر أشارت إلى أن هذه التهديدات تأخذ على محمل الجد وجرس تنفار سلاح البحرية الإسرائيلي لحماية حقول الغاز باعتبارها أهدافاً رخوة تصعب حمايتها ونقلت إسرائيل تهديداً إلى لبنان بأن استهداف الحقول قد يقود إلى حرب شاملة مع لبنان زياد حلبي العربية رأس الناقورة